السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الثاني من الماس جورنل أو الجزء الخاص بالماس كتاب ديسكوفر أو اكتشف منهج كي جي 2 وكنا أنهينا المرة اللي فاتت حل بيج نومبر 5 أو صفحة رقم 5 والنهاردة إن شاء الله هنكمل وزاي ما قلنا قبل كده المنهج بتاع الماس صغير فهنخلصه على طول على 5 أو 6 حلقات بالكتير وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى أنك تشارك الفيديو ده مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معنا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وألم وكشكول علشان نحل المسائل مع بعض ونكتب ملاحظاتنا أول بول وكلنا نستفيد ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين الـ directions بتاعة البيج هنا write the number 4 يعني اكتب رقم 4 draw 4 of your favorite foods يعني اكتب رقم 4 وارسم 4 أطعمة من أطعمتك المفضلة write اكتب the number الرقم 4 4 draw ارسم 4 4 of your favorite foods أطعمة أو أكلات من أطعمتك المفضلة favorite يعني مفضل وfoods يعني أطعمة فنكتب هنا number 4 ونرسم أربع أكلات من أكلتنا اللي احنا بنحبها أي كان هي ايه زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون حلينا الـ page دي والكلمات اللي لازم نحفظها طبعا write وnumber وdraw وفاوريت وفاوريت write اكتب number رقم draw ارسم favorite مفضل foods يعني أطعمة ونتنقل الـ page اللي بعد كده ونوصل لـ page number 7 أو رقم 7 والـ directions بتاعتها كل آتي write the number 5 اكتب رقم 5 draw 5 object ارسم 5 عناص يبقى نكتب هنا رقم 5 ونرسم 5 عناص 5 objects اي حاجات ممكن نفكر فيها سواء كانت shapes او اشكال هندسية زي ما خدنا الدرس اللي فات circled دائرة triangle مسلس and square ومربع اي حاجة ممكن نفكر فيها المهم ان احنا هنكتب هنا رقم 5 ونرسم 5 حاجات او 5 عناص احنا بنفكر فيه ونتنقل الـ page اللي بعد كده ونوصل لـ page number 8 او صفحة رقم 8 والـ directions بتاعتها كل آتي make a number line يعني اعمل خط الاعداد from zero من رقم 0 to 5 لرقم 5 label label يعني علم يعني ضع علامة numbers الارقام 1 2 3 4 5 يعني اعمل علامات على الخط بتاع الاعداد كل علامة بتدل على number 1 and number 2 and number 3 and number 4 and number 5 يبقى مرة تانية make يعني اصنع number line زي ما احنا شايفين قدامنا هو ده number line from 0 to 5 من 0 لخمسة label يعني ضع علامة يعني اعلم يعني ضع علامة numbers الارقام 1 2 3 4 5 من 1 لخمسة طب كده نكون انهان البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده ونوصل لبيج number 9 او صفحة رقم 9 والديريكشنز بتاعتها كالاتي practice practice يعني اتدرب اتمرن writing the numbers على كتابة الارقام 1 and 2 1 2 and 3 3 times 3 مرات يبقى احنا هنا مطلوب من هنا نكتب 1 2 3 الرقام من 1 ل 3 1 2 3 3 مرات 1 2 3 مرات 3 مرات وده اسمه practice practice يعني يتدرب يتمرن على حاجة writing على كتابة writing يعني كتابة the numbers 1 2 and 3 3 times ونتنقل ال page اللي بعد كده ونوصل ل page number 10 وقبل ما نشرح اخر جزء في الدرس النهاردة احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول وما ننساش نقول اسماء اصحابنا الشطار اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هما متابعين معنا وشاطرين وبابا وماما مبسوطين منهم والاسماء هي عبد الرحمن او عبد الرحمن المدمس زياد او زياد محمد حسن مريم محمد حسن جانا وليد وياسين وليد سماء ايمن يارا يحيا منة الله محمود وليان وعبد الرحمن وعبد الله كلكو شاطرين وكلكو حلوين اتمنى انتو دايما تكونوا في احسن حال انتو المستقبل ربنا يحفظكو كلكو والديركشن بتاعت الباج دي هي براكتس يعني تدرب يعني على كتابة رقم 4 5 6 يعني 4 5 6 3 مرات وزي ما احنا شفنا في الباج اللي فاتت هنكتب كل رقم فيهم 3 مرات 4 5 6 4 5 6 3 مرات تشوز تشوز يعني اختار 2 numbers رقمين 2 يعني 2 numbers يعني رقمين بتوين بتوين يعني بين 0 رقم 0 and 10 ورقم 10 2 practice ان احنا نتضرب writing 3 times ان احنا نتضرب على كتابته 3 مرات draw 4 of something يعني ارسم اي 4 حاجات draw 4 of something وزي ما احنا شايفين ان احنا مطلوب مننا ان احنا نpractice writing the number 4 and 5 and 6 يعني هنكتب 4 و 5 و 6 ثلاث مرات تشوز 2 numbers between 0 and 10 practice writing 3 times هنختار اي رقمين ما بين رقم الصفر او 0 رقم 10 الرقمين دول هنكتبهم برضو 3 مرات نتضرب على كتابتهم هنا بعد ما نكتب 4 و 5 و 6 وبعد كده هنرسم اي اربع حاجات ممكن نفكر فيهم سواء كانت اشكال هندسية سواء كانت ادوات مدرسية او اي شيء ممكن نفكر في يا حبيبي وبكده نكون انهينا page number 10 وانهينا معاها شرح درس النهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتشارك الدرس مع اصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته